ابن مين في مصر ابن مين في مصر شاركة مين دي هتقول لي اوبر العالمية طب هو مين اللي المفروض بيرايب عليه مين اللي مفروض يحط له حد البيت الاولانية ماتت ومحصلش حاجة وحوادث اول باول وطلع يواخد مخدرات وده حيطلع يواخد مخدرات لا بتكشفه ولا بتأمنه ولا بتعمله حاجة تاول عوبر مين انتو اللي ما حد في البلد اتحرك ميش حد بيحاسبهم ده انت اللي بيبيع سكر برا البتاع بتخيله السكن طب وعيالنا وبناتنا اللي احنا بنرميهم في العربيات دول واضعهم ايه اي حد النهاردة وهو بيسمع الكلام ده وبيستخدم اوبر هيعمل ايه مع عياله كلم الناس اللي بتركب اوبر دلوقتي خيفين مرعوشين ابني مين في مصر مين اللي بيحميه هتتحركوا ولا كل واحد يتصرف بقى انت عايز كل واحدة تطلع تبقى شايلة معها بقى حاجة وبخاخة دي مش مصر دلول ان عندنا دخلية محترمة كان الاولانية راحت ودي راحت وكله راح ابني مين في مصر اوبر ده الشركة دي مين شركها محدش بيكلمهم ليه انا عايز اسمع انه في حد بيحاسب في جهة ما هي مسؤولة عن الاتصال الزاكي ده او خدمة التوصيل الزاكية اللي هي بقت جريمة ويوعى حد يقول لي يعني هم كم واحد انت عارف هتطلع يقوله ايه يقولك يقولك اصلا عدد الاوبر في مصر تشعومية الف مليون وكل الحوادث اللي حصلت ميتين الف بس فيش حاجة كده الروح الوحدة بالبلد كلها هجماعة ده احنا انا ده او كانت الحلاوة ايه انا شايف ابني وانا بوديه طب والله ممكن يحاول انه هو يعتدي على طفل ولا على شاب صغير مدام بقى الحدوتة كده كل واحد عنده مرض في دماغه هياخد حد في عربية ويعتدي عليه لازم تاخده اجراء انا مش هستنى تاني اما حد يموت انا مش هستنى تاني اما عيالي يتبهدلوا مين الجهة المنوطة باوبر في مصر انا مش همامني الجواب بتاعهم اللي بيتطلعوه كل مرة ما بيكشفوش عالمخدرات ما بيجيبوش ناس كويسة انا يا فرحتي جواب جايلي من اوبر امريكا لقد مش عارف ايه واحنا كزا لا اتصرفوا ده في ناس شغالة وواحد شغال من الباطن وبقت عصابات جواه اوبر كلام ده لما بيحصل برة الدنيا بتتقلب انما مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ده احنا يوم او يوم لا بنقرأ في المواقع كده والناس بقى بترجف هي دي مصر هي دي مصر انا متعود انزل بتاعه وخدمة نظيفة وبدفع دم قلبي والعيال ده اليومين دول احنا بنودي عيال بتاعه طب ده يبقى انا حنزل تاني اخدهم اخد انا وصل زي زمان و مين الجهة عموت وعرف وقتحد حد يقول لي مين الجهة اللي مسؤول عنه شو بقى قد ايه الراجل بتاع التموين مسؤول عنه التموين الراجل بتاع الاجهزة الكهربائية مسؤول عنه جهاز حماية المستالك ومش عارف ايه دول مين اللي مسؤول عنهم احنا يا جماعة منتكلمش على بيزن صغير احنا بتكلم على الاف موجودين في الشوارع لو البيزنس دي مش محكمة البيزنس دي مش اامنة البيزنس دي قواعدة حط نفسك ابا وام البنت اللي موجودة دي وجايلك البنت بتخر الدم بتخر الدم البنت اللي فاتت ماتت عارفين يعني ماتت ماتت يجب ان يكون هناك واقفة مع الاوبر ومع كل التطبيقات لان اوبر شارية التطبيق التاني ما هو دا الاحتكار اللي في السوق يجب ان يكون هناك واقفة مع الاوبر وإلا انت بتسلمني انا بقى لو تصرف انت بقى مواطن وعمرك ما عملت فيها كده وعشان مين دول بيكسبوا مليارات هي اوبر دي ايه اابليكيشن اابليكيشن لا هو عنده عربية ولا هو عنده سواة ولا هو عنده حاجة هي فكرة في الهوى كده وخلاص يقول لك ما نعجب لك بقى المباحثات والمحادثات نحن نعمل بنظام طب اكلموا مكتبنا في دولة مش عارف ايه اللي انت بتعمله دا انا عايز عيالي مراتي حياتي تبقى امنة مع هذه التطبيقات اوبر وغيرهين في مثلا اربع خمس تطبيقات في مصر انا عايز اعرف بشكل واضح بقى يطلع بيان واضح انا انا الجهة المنوطة باوبر دا تبع حماية المستهلك ما عرفش دا تبع وزارة الصناعة ما ظنش نويين تعملوا حاجة انا يعني بصوا جماعة الداخلية والنيابة هي جهات بعدية يعني ايه بعدية يعني كلمنا الداخلية الحق فالناس مشكورين تاك تاك الكاميرا الراجل اهو زي ما عملوا مع الواد المجرم اللي قبل كده اللي خدوا خمستاش سنة ولا العشرين سنة دا طيب انا حاعد اطمن ان معلش ما تزعلش احنا حنبقى نقبض عليهم وبنتي والعيلة والحياة والدم والوفاة والارواح ها جماعة ها جماعة خدوا هو ايه العيب ان انت تاخد موقف محترم معاه مين انا بقى ناشد النائب العام انت يعني انت اللي تحمي الشعب بقى خد لنا حقنا محدش ناوي يتحرك هل اوبر اتجابت اوبر هي اللي مسؤولة ولو في الكلام السغنن اللي مكتوب دا احنا مش مسؤولين لو حد اغتصب بنتك او قتلها غيروا الكلام الصغير وحافظوا عن ناس الكبيرة لو دفق قانون قولي قولي يا عمر على فكرة بس اصلاحنا منتفقين معاهم ان لو حد اغتصب حد احنا يعني بقى هما ملهمش زنب ملهمش ما فيش حاجة طب وإيه قيمة الاوبر ابني مين في مصر قولولي بس يعني لو في حاجة انا معرفهاش قولي قولي خلاص قولي يا عمر بص معيني بتعرف ناش بقى كل واحد يا خبال وبعدين انت نزل البيت كانوا ينزلوا ثلاثة اربعة ما انتو لما تبقوا ثلاثة في التاكسي لما ييجي الراجل يفتح عليك فانت ممكن تضربوه يعني قولي بقى حاجات غبية زيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا